وكأن ما تفعله الميليشيا بتعز بالقصف ودمار وقتل للمدنيين لا يكفي هذه المدينة المكلومة حتى تصاب بسوء ممن يفترض بهم الدفاع عنها وحفظ الأمن فيها ربما هذه الجمل هي لسان الحال كل متابع لما يجري في مدينة تعز من صراع واقتتال بين فصائل ممن يسمون أنفسهم بالمقاومة الشعبية تقول أطراف عدة أن الصراع الحاصلة له بعد اقتصادي ويغذيه الانقسام الحاصل بين أطراف سياسية ذلك في المجمل أما في التفاصيل فإن جولة جديدة من المواجهات بين أفراد من كتائب أبو العباس ومسلحين يقودهم غزوان المخلافي اندلعت ولا زالت مستمرة وسط المدينة وسوق تيلوكس والنتيجة قتل من المدنيين وآخرين من المسلحين عدوى الاقتتال وصلت إلى أرياف المحافظة التي شهدت هي الأخرى مواجهات بين أطراف من المقاومة الشعبية على ضرائب أحد الأسواق أسفرت عن مقتل خمسة من رجال الأمن وأمام كل هذه الأفعال لمسؤولة تقف قيادة المحور دون أي دور لإيقاف هذا العبث المستشري في المحافظة الذي لا يخدم سوى الانقلابيين اشتركوا في القناة